اسمع أكلها دائم أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار أبشركم بشرى الإنسان إذا دخل الجنة إذا وضع أول قدم في الجنة والله إنا ما ترجع لأن الله عز وجل يقول خالدين فيها أبدا سئل الإمام أحمد متى الراحة يا إمام متى الراحة يا إمام أهل السنة والجماعة قال الراحة عندما توضع أول قدم في الجنة ترى ربما المتزم يجد شيء من الضيق ربما المرأة الصالحة تجد شيء من الضيق ربما يجد مضايقة في دينه ترى يا غالي هذه الأرض ليست دار جزاء هذه دار ابتلاء تبارك الذي بيدي الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ترى يا إخواني نحن اليوم هذه الأيام في اختبارات ترى نحن من أول مولدنا إلى أن يقضي الله عز وجل هذا العمر سواء ستين سنة سبعين سنة ثلاثين سنة عشرين سنة ترى نحن في اختبار ليبلوكم ما معنى يبلوكم يختبركم ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور يا إخواني الخمر اللي في الدنيا يصدع الإنسان بسببه الخمر اللي في الدنيا يضيع هذا الخمر عقله أما خمر الآخرة لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ينزفون إذا شربت خمر الجنة ما يصدع راسك ولا يذهب عقلك لذة للشاربين والعجيب أنه ليس نهراً واحداً أنهار من خمر أنهار من خمر بو نهر واحد وفاكئة مما يتخيرون ونحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلر المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلاً سلاماً سلاماً كيف سلاماً سلاماً؟ كيف؟ إذا دخل المسلمون لجنة الملائكة تسلم عليهم وهم يسلمون على بعض والله يسلم عليهم دحيتهم يوم يلقونه سلام إذا الله عز وجل سلم عليهم أهل جنة يردوا على الله فيقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تياذ الجلال والإكرام النار يسمعون لها تغيضاً وزفيراً سمعوا لها شهيقاً وهي تفور أهل جنة ومعز وجل لا يسمعون حزيسها يا الله يا الله لا يسمعون حزيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لهم عشاء فيها لهم عشاء فيها ولدينا مزيد المزيد رؤية الله على الأرائك يضطرون إلى الله وإلى ما يعز الله عز وجل لهم من القصور والأنهار والحور فمن أجل ذلك نريد أن نكون في هذه الدنيا من الأبرار حزيسها إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى يا سرعة الرحمن لست رخيصة والله مرخيصة مع هذا النعيم كله والله مرخيصة بل أنتغالية على الكسلان شتان من اللي يقوم صلاة الفجر واللناية لكسلان ما يقول الجنة جنة عروس ومهرها أهرب نفوس نفسه أدرام أدرام اسمعي سعود أهل الجنة إذا دخلوا الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم أبشركم بشرة أقولوا بشر أهل الجنة يبتعد عنهم الكدر والنكد لأن ربي يقول فرحين فرحين بما آتاهم الله من فضله